يا أغرق 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 بأموة بأموة ما تخفيش يا بطاة صاري نحن مادافي جميل علشان يشيله من علينا أي بوائل طين ومبيدات يعني إيه مبيدات؟ نفسي أغرق قبل مغرق قلتين ما تخفيش يا بطاة صاري ولا هتغرقي ولا حالة المبيدات دي أدوية ومواد ثامة عشان تحمينا من الحشرات اللي بتهجمنا كده أقدر أموت وغرق وانا مستريح نفسي أتصاوب نقدم مهرجان اسمه مهرجان البطاطس والبطاطا ده فكرته أيما أننا بنحاول نشجع الناس أنهم يتجهوا الاهتمام بأكل البقليات زي البطاطس والبطاطا والأكل مش الاعتماد الأساسي على الرز بس أو الأمح بس فنحاول نعمل ده بطريقة مختلفة فالحمد لله بقى نجاح كويس لأننا الحمد لله بس بالنهار بيجي لنا رحلات مدرسية يتعدل ألف طفل في اليوم وعملنا الفكرة دي من خلال مصرح السائل العرائس بحيث أنها فكرة الأطفال بيتقبلها وفي نفس الوقت الكبار بيتقبلوها هو مهرجان البطاطس والبطاطا بيتكلم عن فوايد البطاطس وفكرة إحنا مقدمين من مصرحية العرائس بتقدم فكرة الزراعة والبطاطسية جات من أين وزي يعني مثلا في أول مصرحية خالص بتقول إن البطاطسية تلعت من الأرض فتخضت من نور الشمس وبعدين بتشوف بقى إلي حصل البطاطسية مصرحية من مذكرات البطاطس فبتشوف بقى إلي حصل لها طول ما إحنا ماشيين بعد كده رحت فيها فلاحين جم مخدوها من الأرض وبعد كده رحت السوق بقى ناس اشتريتها بقى أطفال أكلوها فهي بقى بتحكي إلي حصل لها في كل الحاجات دي وفي الآخر إن البطاطسية لأ مش هتموت البطاطسية هتعيش معانا وحنكلها وحنكبر بيها وهي ممكن تكون سبب من أسباب إن إحنا بنكبر وكده مهرجان البطاطس مش أول سنة مهرجان البطاطس دي تاني مرة بتعمل وعملنا مهرجان آيس كريم مرة واحدة وعملنا مهرجان شوكولاتة سبع أو تمن مرات تقريبا يعني اشتركوا في القناة